تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً مستمراً في المجالات كافة علاقات أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية حيث تنتهج الدولتان سياسات متوافقة على مدى عقد طويلة تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً مستمراً في المجالات كافة علاقات أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية حيث تنتهج الدولتان سياسات متوافقة تلك العلاقات حققت تفارات منذ عام 2014 حيث وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية الصين الشعبية ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني اللقاءة الثنائية أثبتت توافق الرؤى حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك إزاء تلك القضايا في مختلف المجالات الثنائية والمحافل متعددة الأطراف لسيما في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف مع بذل كل ما يلزم من جهود لتوصل إلى تسوية لأزمات منطقة الشرق الأوسط وفيما يخص القضية الفلسطينية فلمصر والصين مواقف متشابهة إذ تؤيد بكين حل الدولتين ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنطبها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة وتتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية وقد تجلت هذه السياسة في مواقف كل منهما تجاه الآخر في مختلف المحافل الدولية وخاصة في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية كما تؤكد مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية كما تبنت الصين موقفاً مؤيداً لاختيارات الشعب المصري خلال السنوات الماضية هكذا تنتهج القاهرة وبكين السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلاً عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر ترجمة نانسي قنقر